هنا جاء مؤنث إذن العدد واحد يجب أن يكون مؤنث وكيف مؤنث العدد واحد بإضافة التهاء المربوطة إذن نستنتج أن العدد واحد يطابق المعدود في التذكير والتأنيث بمعنى إذا كان المعدود هنا سيكون مذكر إذن العدد مذكر وإذا كان المعدود مؤنث فالعدد يكون مؤنث هذا بالنسبة إلى العدد واحد وأيضا العدد اثنان تنطبق عليه نفس الشرق شارك معلمان اثنان إذن أنا عددت ماذا المعلمان إذن هذا أسميه معدود وهنا المعدود مذكر أم مؤنث مذكر هنا المعدود أقول هذان معلمان ولا أقول هاتان معلمان إذن العدد اثنان يجب أن يطابق المعدود في حالة التذكير لذلك قلنا اثنان ولم نقل اثنتان هذا بالنسبة للعدد واحد واثنان إذن العدد واحد واثنان يطابق المعدود في التذكير والتأنيت فإذا كان المعدود مذكر العدد مذكر وإذا كان المعدود مؤنث العدد مؤنث مرحوظ